وجهت وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وبالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وخلال استعراضه للتقرير حول جهود الوزارة والمحافظات منذ اطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه سيتم إعداد تقرير وتقارير كذلك كدورية منتظمة عن أنشطة وحدات حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإنجزاتها وما يعيق العمل الخاص بها أو المشكلات التي تواجهها